بين يدي كلام ربي أوضح من الشمس في ضحاها ومن النهار إذا جلاها وبين يدي كلام نبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ها أنت أيها الحبيب اللبيب قد استمعت إلى شيء من كتاب الله تبارك وتعالى كأجلة واضحة ناصعة على أن الله جل وعلا لا يغلق باب التوبة في وجه من أقبل إليه تائبة ما دام يتوب إلى الله قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس مغربها وسأتحدث عن هذه العلامة بالتفصيل إن شاء الملك الجليل قل بل حضرتك معايا ما تسرحش موضوع والله جليل وخطير بقول لحضرتك اللي يرتكب كبيرة القتل واللي يقع في كبيرة الزنة الآن بسرعة لا تسوف لا تسوف لأن الموت يأتي بغتها الآن وأنت تسمعني وأنت تسمعني عاهد ربك على التوبة وعاهد ربك على الأوبة وأنت على يقين مطلق مطلق بأن الله جل وعلا سيتوب عليك بل وسيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين لكن يا ندم على الذنوب أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ الآن لا تسوف ركن التوبة الأعظم الندم الندم على ما مضى مش كل ما تتذكر الجريمة تبقى سعيد وفرحاً لا تتألم وتشعر بجرح في قلبك وانكسار بين يدي العزيز الغفار اترك المعصية أوعى الدماء احضر الدماء احضر الدماء لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لمصب دمى حرامة تقلع عن الدماء تماماً وتراجع العلماء الربانيين قبل أن تتكلم كلمة وقبل أن تخطو على طريق العمل لدين الله خطوة خاطب واسأل واستفت العلماء الربانيين والدعاة الصادقين لأن الحماس وحده لا يكفي ولأن الإخلاص وحده لا يكفي بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع بالقرآن والسنة ثم اعمل صالحة خلاص تمت التوبة بفضل الله تبارك وتعالى لو كان الذنب متعلقاً بآدمي بأخ من إخوانك فعليك أن تجتهد في أن ترد هذا الحق لأهله لكن أنا أتساءل كيف يذهب من وقع في كبيرة الزنة إلى من ارتكب في حق هذا الكبير ليقول له بأنه فعل كذا وكذا لا يستطيع لا يستطيع ما لم يبلغ أمره إلى ولي الأمر وما لم يقم عليه حد الله تبارك وتعالى فما عليه فقط إلا أن يجدد التوبة والأوبة وأن يبكي دماً بدل الدمع وأن يجتهد في العمل الصالح وفي الطاعة حتى يرضى ربه تبارك وتعالى عنه اسمع إلى هذه البشريات أنا ذكرت لحضرتك بعض الأدلة من القرآن خذ بعض الأدلة من السنة من كلامي الرحمة المهداة والنعمة المزداة عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام بالنسبة للقتل أروى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد ذا الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب على عابد فسأله وقال بأنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة قال لا قال لا التل أتلى تسعة وتسعين وجاعه استتوب قال لا فقتله فكمل به المئة مع ليش هأف وقف قليل جدا وهرجع للحديث تاني بإذن الله قرأت لأحد أساتذتنا الأفاضل في عمود من الأعمارة الصحفية حين سمع هذا الحديث مرة وهو يتحدث أنه سمعه مرة من عالم أو من خطيب في جامع وقال هذا كلام خطير وهذا كلام فاضي دمت كده بتفتحوا الأبواب للقتل وبعد كده القتل أنا عاوز أتوب أبدا أبدا أستاذ الكريم ليس هذا هو المعنى وليس هذا هو المراد وقد بينا حرمة الدماء وذكرت أنه لم يذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم كله وعيدا في القتل أخطر من هذا الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيم وعد رهيب رهيب لكن الحديث يفتح الباب لهذا الصنف الذي تماده وتجرأ في سفك الدماء وتجرأ على سفح الدماء بلا مروءة ولا دين ومع ذلك نقول له هيا طهر يدك من هذه الدماء وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تغرغر أو حتى تطلع الشمس من مغربها فما عليك الآن إلا أن تطهر يدك وأن تطهر قلبك من هذا المعتقد الفاسد وأن تقرأ باب التوبة وأنت على يقين بأن الله سيقبل منك التوبة لكن هذا الرجل الراهب العابد الذي أفتاه بفتوى لا تنضبط لا تنضبط لا بقرآن ولا بسنة أفتاه بأنه ملوش توبة ملوش توبة أغلق باب الرجاء في وجهه قنطه من الحياة والرجل يريد أن يبدأ صفحة جديدة فالحديث أستاذ الكريم لا يفتح باب الجرأة على سفك الدماء بل يفتح باب الرجاء لمن لطخت يداه بالدماء وأراد أن يتوب إلى رب الأرض والسماء يفتح الباب لمن وقع في هذه الكبيرة البشعة وهذه الجريمة المروعة يفتح الله عز وجل له باب التوبة والأوبة ولا تصح توبته إلا بالندم على ما جنت يداه وإلا بالإقلاع عن هذه الكبيرة الكبيرة وإلا بعمل الصالحات التي ترضي رب الأرض والسماوات هذا هو مراد نبينا عليه الصلاة والسلام خذ حضرتك دليلا آخر في غيط الروعة والجمال من كلام سيد الرجال محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام والحديث روال بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة هرجع الحديث الثاني أنا من ستوش لكن عوز أدلل حضرتك على ما أؤصله الآن وقد ذكرت مرارا أنني أخاطب العقل والقلب معه لا أريد أن أكون عطفيا فحسب ولا أريد أن أخاطب القلب فقط نما أخاطب القلب والعقل في آن واحد أقول روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أذنب عبد ذنب وأنا ذلكم العبد أسأل الله أن يتوب علي لأتوب إليه وأن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أذنب عبد ذنب فقال أي العبد أي رب اغفر لي ذنبي وإلا فأين يذهب المذنب الحقير العاصي إلا إلى الرحمن الرحيم جل وعلا يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم أين يذهب المذنب مثلي إلا إلى الله الحليم الرحمن الرحيم المنان جل وعلا وأين يذهب الفقير مثلي إلا إلى الغني وأين يذهب الذليل مثلي إلا إلى العزيز تبارك وتعالى أين المفر فأين تذهبون لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه فالأرض أرضه والسماء سماءه والملك ملكه تبارك وتعالى أذنب عبد الذنب فقال أي العبد أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل خلي بالحضرتك قال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب الله فعلم أن له ربا يغسر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد العبد فأذنب ما هو عبد الرب رب والعبد عبد الرب رب والعبد عبد ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي ثاني أيوة ثاني وثالث وثلاثين وثلاث تلاف فقال اي رب اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل اذنب عبدي ذنب فعلم ان له ربا يغسر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد العبد فاذنب فقال اي رب اغفر لي ذنبي فقال الله اذنب عبدي ذنب فعلم ان له ربا يغسر الذنب ويأخذ بالذنب اسمع قال الله فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له الله